اخبار النادي الاهلي الحمد لله ربنا كرمنا في المباراتين السابقتين خصوصا أمام المحلة في المباراة الأخيرة مباراة الزمالك طبعا وبعدها مباراة المحلة الحقيقة المباراتين كانوا على أعلى مستوى الحقيقة النادي الاهلي قدم مباريات على أعلى مستوى خلال هذه الفترة وبالتالي النادي الاهلي استحق أن يكون النادي الوحيد حتى الآن في الدوري العام المصري بعد انطلاقه بخمس جوالات أن يصل إلى النقطة 15 بدون أي فقد من النقاط مباراة المحلة مباراة نتكلمت عنها كتير جدا من الناحية الفنية ولكن تظل الحقيقة مباراة المحلة هي العلامة الفارقة أعتقد من وجهة نظر الناس تكون العلامة الفارقة إن شاء الله في الدوري ده دايما هنفتكر اليوم ده ودايما هنفتكر هدف علي معلول وإن شاء الله تكون البداية أو المرحلة التانية تكون أفضل وإن شاء الله نستطيع أن نفوز على سموحة يوم الخميس القادم ونصل بقى إلى النقطة 18 وبعد كده التوقف الدولي وهكذا وهكذا طيب قبل المشاركين في مباراة المحلة وفقرة قوية لحراس المرمة زي ما حضراتكم عارفين المباريات دايما بعد المباريات وخصوصا في ظل أن أنت بتلعب كل ثلاث أيام يعني أنت بتلعب في ست أيام تقريبا لعبت جمعة وحتلعب ولعبت اتنين وحتلعب خميس يعني من الجمعة للخميس ست أيام بتلعب ثلاث مباريات الأمور بتبقى صعبة جدا ما فيش تمرين بيبقى التمرين خفيف جدا ولكل اللاعبين اللي لعبوا المباراة بيعملوا استشفى وبيعملوا حاجات خفيفة جدا في الملعب أو حتى في قط اللبس وبعد كده بيجي بقى بقية اللاعبين اللي ملعبوش المباراة بيعملوا شوية تمرين بدنية على أساس أنهم يكونوا جاهزين لمباراة إن شاء الله صموحة يوم الخميس القادم طبيب الفريق يكشف حجم إصابة علي معلول دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن علي معلول ظهير أيصا الفريق أجرى أشعة رانين خلال الساعات الماضية وقال أثبتت الأشعة إصابة علي معلول بشد خفيف في العضلة الضمة موضحا إن هذا الشد يحتاج من أربعة إلى خمس أيام يغيب خلالها عن المران الجماعي أما بالنسبة لحسام حسن يعاني من كدمة في الجزء الخارجي للرجبة إن شاء الله تاخد أسبوع بالكتير ويرجع بألف سلامة قال الدكتور أحمد أبو عبلة أيضا أن حسام حسن يحتاج إلى أسبوع تقريبا لخود برنامج تأهيلي يعود بعده للتدريبات الجماعية موضحا أن الأشعة أثبتت أن مهاجم الفريق لا يعاني من أي آلام أو إصابات أخرى ديانج بياصل إذن